تنحسر مياه البحر الميت منذ سنوات في تسارع وقد تراوح معدل انخفاض منسوب المياه سنويا بين متر ومتر ونصف نتيجة ارتفاع معدل التبخر وانخفاض معدلات هطل الأمطار بالإضافة إلى تراجع كمية المياه التي كانت تصل إلى البحر الميت من نهر الأردن المغذر رئيس له وتسبب انحصار المياه في ثغور مفاجئة للحفر الانهدامية التي تشكل مخاطرة على السكان والمزرعات فكيف يتعامل المزارعون مع الوضع القائم نتحدث إلى ممثل تجمع مزارعي الأردن لكن لنتبه بداية التقرير التالي هذه المزرعات هي ما تبقى من أراض صالحة للزراعة ورثها المزارع سمير محادين عن أجداده فلم يعد بإمكانه استغلال كافة المساحات بسبب انخفاض منسوب مياه البحر الميت تظهر الحفر بشكل مفاجئ فتصدع كل شيء ولم يعد بإمكان السكان العيش بمنازلهم هنا الحصار البحر الميت أدى إلى أنه خلف خلف قشرة ملحية يابسة تأتيها المياه العذبة والحلوة مما مياه جوفية أو مياه الأمطار تذيب هذه القشرة وفجأة تحدث الحفر الانهدامية تغير المناخ وما يترتب عليه من آثار بيئية كتراجع معدلات هطول الأمطار أحد التحديات التي يحاول الأردن تصدي لها عدينا أيضا خطة التكيف مع التغيرات المناخية في مختلف القطاعات ومنها قطاعات الزراعة والمياه الآن له في برنامج أو برامج حتى كثيرة تستهدف هذين القطاعين سواء قطاع المياه وقطاع الزراعة للتعامل والتكيف مع هذه الظاهرة البحر الميت قد يصبح ميتا بالفعل والبقعة الأكثر انخفاضا في العالم قد تفقد إرثها البيئي إذا استمر انحسار المياه دون النظر بجدية إلى أهمية إيجاد حلول جدرية تزايد في معدلات التبخر وشح في مياه الأمطار واعتداء على روافد التغذية الرئيسية أسباب تقول السلطات أنها أدت إلى انخفاض منسوب مياه البحر الميت ما يشكل مخاطر بيئية على المساحات الزراعية والسكان وتستدعي اهتماما رسميا لحمايتها هذه النماسة العربي الأغوار الجنوبية نرحب معنا من عمان بالمهندس إبراهيم الشريف وهو ممثل تجمع مزارعي الأردن أهلا وسهلا بك معنا بداية كيف تبدو وطيرة انحصار مياه البحر الميت على ما أنتم مقبلون وما الذي يعنيه ذلك عموما بالنسبة للقطاع الزراعي أختي الكريمة مساء الخير والله يعطيك العافية أهلا فيك مسموع الصوت بداية بداية مثل ما تحدثتي وسمعنا تقريركم عن خطر انحصار مياه البحر الميت طبعا هذا البحر اللي هو وجهة سياحية ويقصدها السواح من كل أنحاء العالم نعلم سياحي معروف هذه المياه في كل عام تنخفض متر إلى متر ونصف تقريبا مساحة البحر الميت في ستينيات القرن الماضي كان البحر الميت حوالي 950 كيلو متر مربع والآن 625 كيلو متر مربع يعني انخفض إلى رقم كبير من مساحة البحر الميت كبحر وكمساحة كلية ظهرت الأول الأخيرة جراء هذا الحصار الحفرة الخسفية أو الحفرة الهدامية عام 1990 تقريبا كان عندنا تقريبا عدد قليل من هذه الحفرة حوالي 40 حفرة اليوم نحن نشهد حوالي 3000 حفرة على ذفاف البحر الميت وهذه الحفرة خطيرة جدا على البشرية والأراضي الزراعية قد يصل العمق إلى 10 متر وأبعادها 10 ب20 متر تختلف من حفرة إلى أخرى كيف تتعاملون مع هذه الحفرة هل هناك حلول للقضاء عليها سأتعلان هذه الحفرة زي ما تحدثنا سابا الرئيسة هو انخفاض منسوب مياه البحر لن يكون في حل جذري إلى هذه الحفرة إلا يرتفع منسوب مياه البحر مشاكل هذه الحفر التي تنجم عنها أول شي ضياع الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة كمان يعني هذه الحفر كمان في عندنا مياه صالحة للشروب قريبا من البحر هذه المياه الصالحة مع هذا الانهدام تختلط المياه الصالحة مع المالحة ونخسر مياهنا الصالحة ونحن بيأبس الحاج لهذه المياه أصبح تشكل خطر على أعراضي الزراعية وتشكل خطر كذلك على السكان وعلى المواشي بالتالي لا بد من آلية لتعابل مع هذه الحفر اليوم يعيش المواطن في الغور الجنوبي نعم استمعنا في التقرير إلى أمين عام وزارة البيئة تحدث عن اتفاقيات عدة عقدها الأردن مع المجتمع الدولي لمكافحة التغير المناخي هل أنتم على علم بطبيعة هذه الاتفاقيات هل بدأت بالفعل برامج تنفذ على الأرض لمكافحة الجفاف وانخفاض مستوى يعني مكافحة هذا الانحصار في المياه حد الآن للأسف الشديد لم نلمس على أرض الواقع أي حلول حقيقية جدرية لهذه المشاكل مشكلة المياه مشكلة متكررة في كل عام أو ثلاثة نعيشها في وادي الأردن كقطاع زراعي ومن ثم يتأثر من ذلك البحر الميت الآن نحن نعيش مشكلة الجفاف في وادي الأردن مشكلة متكررة وفي بعض المواسم يكون النفائض من المياه يهدر يعني حتى الآن لم نصل إلى مرحلة متقدمة من الاستفادة من مياه الأمطار أنا كنت أقول دائماً وأبداً في مشكلة البحر الميت وهي جزء من مشاكل وادي الأردن يجب حماية مصادر المياه والروافد للبحر الميت في عليها اعتداءات من كل الأطراف في نشاط حركة نشطة للشركات المستخلصة للملح البحر الميت وهذا سبب رئيسي من أسباب القفاظ من سوب المياه البحر يجب أن يضح حد لهذه الشركات وكذلك الحل الأجدر شركات خاصة أردنية يعني تقصد؟ نعم أردنية الحل الأمثل مثل هذه الحالة ومثل هذه المشاكل السير بمشروع قناة البحرين هو الحل الأمثل لإنقاذ البحر الميت وله العديد من الفوائد وأهم هذه الفوائد اللي ينقذ البحر الميت من الموت الحقيقي هذا المعلم السياحي لكن البعض يعارض هذا المشروع لأنه يأتي أساسا بمنافع اقتصادية والتثمارية للجانب الإسرائيلي نعم ستين كثير من المراقبين يعارضون مشروع قناة البحرين لأنه بالأساس يأتي بمنافع على الجانب الإسرائيلي يا سيدي أول منافع هذا المشروع يكون للأردن اليوم نحن نعيش بوسط بعالم مشترك في كل الثروات فما نحن لا نستطيع أن نكون بمعزلة عن كل الناس أو كل دول الجوار هذه القناة إذا قامت أول من ينتعش الأردن والأردن بلد فقير مائيا وإقتصاديا فينتعش اقتصاديا ومائيا وسياحيا ونحكو لها كثير من الإيجابيات على بلدنا طيب سيد إبراهيم خبرنا عن المقومات مقومات الصمود التي ما تزال ربما حاضرة بالنسبة للمزارعين أخت الكريمة اليوم يعيش الإقطاع الزراعي حالة صعبة ورغم كل اللي نعيشه من ظروف صعبة إلا أن المزارع الأردني متمسك في أرضه هذه أرض الأجداد وهذه وطن من الصعب للمزارع يترك أرضه حتى لو خسر مرة أو مرتين لن يترك أرضه مستمر ولكن للأسف في الأولى الأخيرة سمعنا نداءات كثيرة بأن الأردن لا يمتلك مياه للزراعة لدينا فقر مائي نحن نتحدث عن وادي الأردن لوجه الخصوص وادي الأردن له خصوصية بالمياه مزارع وادي الأردن من الشمال إلى الجنوب لا يستخدم المياه الشرب للزراعة هناك مياه مستصلحة مخصصة للزراعة ذات جودة عالمية ضمن الستاندر الأردني والستاندر العالمي للزراعة هذه المياه ليس مياه الشرم فمياه وادي الأردن لا يستهلك مياه الشرم لا يستهلك مياه المواطنين فدائما نتحدث أن الوضع المائي في وادي الأردن له خصوصيته ورغم الجفاف التي نعيشها الآن ورغم قلة المياه أن المزارع ما زال يتحمل ويستخدم أفضل التقنيات الحديثة للتوفير المياه نعم أتمنى الحكومة أن تهتم بهذا القطاع وهذا الجانب من القطاع الأردن المنتج في فصل الشتاء شكرا جزيلا لك من عمان المهندس إبراهيم الشريف ممثل تجمع مزارعي الأردن